حول جدوى الانزال الجوي للمساعدات الانسانية وأسئلة أخرى ينضم إلينا عبر الإنترنت من لندن السيد كريس جونيس المتحدث السابق باسم وكالة الأونروا كريس أحييك على شاشة الجزيرة مباشر كيف ترى خطوة الانزال الجوي للمساعدات الانسانية؟ هل تعتقد أنها خطوة كافية لرفع خطر المجاعة عن الشعب الفلسطيني في قطاع هزة أم لا؟ كلا إنها ليست خطوة كافية فإن برنامج الأغذية الدولي قال أن هناك حوالي شخص من بين كل أربعة أشخاص في غزة يعانون من المجاعة أصلا وهذا البرنامج قال أيضا أن واحد من بين كل ستة أطفال يعانون من نقص حاد أو سوء تغذية حادة إذن الإنزال الجوي وأغلبية هذه المساعدات تنزل في البحر هي ليست موجودة لمساعدة الشعب الفلسطيني بل هي مجرد عارض أمام شاشات التلفازة وإذن يجب أن يكون هناك إدخال للمساعدات الانسانية بطريقة غير معرقلة هذا يعني أن المعابر البرية إلى داخل غزة يجب أن تفتح جميعها ويجب أن تسمح إسرائيل بدخول هذه القوافل الإنسانية على مدار الساعة بدون أي عرقلة إذن قبل السابع من أكتوبر كانت الأنروا تدخل حوالي خمسمائة ألف شاحنة وهذا كان الحد الأقصى على الأقل ولكن منذ السابع من أكتوبر رأينا أنه بسبب القيود هناك أقل من مئة شاحنة تدخل كل يوم إذن هذه الإنزالات الجوية هي مجرد عارض على شاشات التلفاز وليس هناك أي بديل لدخول المساعدات الإنسانية بدون أي عرقلة بطريقة تلتزم بها إسرائيل بواجباتها الدولية للحقيقة أنا لا أفهم لماذا لجأت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الدولة الكبيرة والتي لها علاقات ضخمة مع إسرائيل علاقات استراتيجية تلجأ إلى الإنزال من الجو ولا تضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات عبر المعابر البرية لقد كان من الواضح منذ بداية هذا النزاع أن الرئيس بايدن ليس لديه التحكم والضغط إذن هنا نتحدث عن الدولة تقدم حوالي 4 مليار دولارات من المساعدات الإنسانية كل سنة لإسرائيل ولكن من الواضح أن رئيس الوزراء نتانياهو ينتمي إلى المتطرفين اليمنيين في اقتلافه مثل بانكفير وسموترش وإذن هو يصغي إليهم أكثر بكثير مما يصغي إلى الإدارة الأمريكية ومنذ البداية كان من الواضح أن نتانياهو لم يريد وقف إطلاق النار إذن ما الذي قام به بايدن أعطاه الدوء الأخضر لمواصلة ما وصفته محكمة العدل الدولية بأنه إبادة ولقد قالت الأمم المتحدة أن هذه الأعمال غير مسبوقة من ناحية الوحشية وإذن من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها هذه السيطرة على حليفها وإذن اللجوء إلى الإنزال الجوي هو مثال آخر عن ذلك من الواضح ما الذي يجب أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية تقوله لإسرائيل وهو فتح كرم أبو سالم والمعابر الأخرى التي تؤدي إلى غزة ولكن هذه المعابر لا تزال مخلقة وبدلا من ذلك يسمح لإسرائيل بأن تستمر في هذا العقاب الجماعي وهذا الحصار بطريقة تتعارض مع ما قالته محكمة العدل الدولية وكما سبق وقلت أنا في الماضي نحن بحاجة إلى تحريك الجهود الدولية الإنسانية لحماية الفلسطينيين وأغلبيتهم الآن يواجهون المجاعة ولا يمكن أن نترك هذا الأمر لنتنياهو وبايدن إذا قمنا بذلك وإذا استمرت هذه الأوضاع سنرى أن غزة ستذهب بشكل كامل نحو المجاعة المجاعة هي مجزرة تحصل بشكل بطيء وإذا كل هذه البلدان، الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة التي تؤمن الدعم العسكري واللوجستي والسياسي في هذه الإبادة المحتملة إذا هذه البلدان متواطئة والتاريخ سيحكم عليها بطريقة وحشية هناك ريتشي سونك وجو بايدن ودايفيد كاميرون وأندرو ميتشيل إذا هؤلاء الأشخاص هل يريدون أن يحكم عليهم التاريخ على أنهم متواطئون بالإبادة؟ أنا لا أعتقد ذلك، ولذلك أنا أطلب منهم أن يقوموا بإطلاق حركة دولية للإغاثة تشمل ائتلاف واسع يشمل الحكومات الغربية والحكومات العربية إذن الإنزال الجوي للأغذية غير كافي نريد أن نرى السفن تدخل المساعدات على نطاق واسع لكي نتمكن من إطعام الملايين من الأشخاص في غزة إذن السفن يجب أن تصل إلى قطاع غزة وطائرات أيضا وهذا ما رأيناه مثلا عندما حصل الزلزال في هايتي في العام 2010 إذا تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من إرسال سفن حربية يمكنها أيضا أن ترسل سفن لغايات إنسانية إذن يجب أن نرى حركة إنسانية دولية تماما مثل الذي رأيناه بعد زلزال هايتي في العام 2010 إذا لم يحصل ذلك في الأيام المقبلة والأسابيع المقبلة سنرى مجاعة واسعة النطاق قام أكريس فقط سأقرأ هذا الخبر العاجل هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة عشر من بينهم خمسة بجروح خطرة في معارك غزة مرة أخرى كما ترون هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة عشر من بينهم خمسة خمسة بجروح خطرة خطرة في معارك غزة. وهذا عفوا ليس موقع هيئة البسة. هذا موقع الجيش الإسرائيلي على الانترنت. الجيش الإسرائيلي إذن مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة أربعة عشر من بينهم خمسة بجروح خطرة في معارك بقطاع غزة. عودة لسيد كريس جونيس موروتن. أخرى المدير السابق للأوناروة. هل فكرة الإنزال الجوي لعلى بشكل أو بآخر أيضا تضع في المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض والمنظمات الأمامية وعلى رأسها الأوناروة المعروف أن المساعدات كانت تصل للأوناروة وهي التي تقوم بتوزيعها بشكل لائق وبشكل أفضل على الجميع. فهل أيضا هذه الطريقة شكلي من أشكال إضعاف الأوناروة أم لا؟ كلا لا يمكن لهذه المساعدات أن تعود عن جهود الأوناروة ولكن أود أن أتحدث عن هذا الخبر العاجل الذي عرضتمه مقتل الجنود. هذا الأمر يبين أنه ليس هناك أي انتصار عسكري على حماس هذه حركة سياسية ولا يمكن قصف أفكار سياسية يجب أن يكون هناك حل متفاوض عليه. ليس فقط لهذه الأزمة ولكن للقضية الفلسطينية الإسرائيلية بشكل عام. وإذن أود أن أقول أن إسرائيل ستواصل خسارة أو ستستمر في خسارة الجنود والدولة الإسرائيلية تتعرض لصدمة بسبب مقتل الجنود ولكن عليها أن تعلم أنها ستستمر برؤية مقتل الجنود طالما القيادة في إسرائيل تتحلى بالرؤية السياسية وطالما هي لا تعمل مع الشركاء الفلسطينيين من أجل أحلال السلام وحل هذه الأزمة من خلال المحادثات والمفاوضات والحوارات السياسية. ولكن فيما يتعلق بمسألة الإنزال الجوي هذه الطريقة ليست بديلاً. الأونروال لديها 13 ألف موظفاً في غزة ولديها مخازن كبيرة جداً يمكن استخدامها للمساعدات إذن في هذه المخازن يمكن الحصول على الأغذية والأنواع الأخرى من المساعدات الإنسانية ومن ثم الشاحنات تنقلها إلى مراكز التوزيع في مختلف أنحاء قطاع غزة. قبل 7 أكتوبر كانت الأونروال تطعم 1.2 مليون شخص في قطاع غزة وطبعاً هذه الأرقام ارتفعت في ذل هذه الأوضاع. لدينا 7 مليون شخصاً في قطاع غزة سيحتاجون إلى الأغذية وبرنامج الأغذية العالمي وغيرهم من الوكالات الدولية أوضحت أن الأشخاص الذين يعملون الآن على توزيع المساعدات عددهم لا يكفي وليس لديهم البنية التحتية الكافية لطعام 1.7 مليون شخص. ولذلك أود أن أقول أن الشركاء الذين أوقفوا التمويل عن الأونروال أي حوالي نصف مليار دولار أمريكي بسبب أخبار خاطئة نشرتها إسرائيل والنيويورك تايمز إذن هؤلاء الشركاء عليهم العودة إلى أونروال لكي تتمسد هذه الفجوة فوراً والبارحة سمعنا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل التمويل في الأسبوع المقبل إذن 50 مليون دولار سيأتي إلى الأونروال من الاتحاد الأوروبي وهذا الأمر سيصلنا إلى 82 مليون دولار في نهاية المطاف من الاتحاد الأوروبي وهذه المعلومات وردت من مختلف المكاتب والمكتب المختص داخل الأمم المتحدة وجد أن ادعاءات إسرائيل لا أساس لها وهذه التقارير ذهبت إلى مكتب الأمين العام ولذلك الاتحاد الأوروبي كان واثقاً بهذه النتائج واستمر في عطاء التمويل وإذن على الشركاء الآخرين الهولنديين والسويسرين وغيرهم عليهم أن يعيدوا تمويل الأونروال لأنه كما سبق وقلت 1.7 مليون دولار 1.7 مليون شخص في غزة على شفير المجاعة وإذن إذا لم تعيد هذه الدول التمويل ستكون متواطئة في التجويع والإبادة والدفع بالأجندة السياسية لتدمير الأونروال وممارسة التطهير العرقي في غزة هذه الأفعال التي تقوم بها هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وأود أيضاً أن أشير إلى أن اليابان أوقفت أيضاً التمويل وهذه الدول لا تريد أن يحكم عليها التاريخ على أنها متواطئة بهذه الجرائم التي تحدثت عنها الآن نعم ابقى معي سأعود إليك شاهدينها الكرام في مقطع مؤثر وفي مقابلة سابقة مع الجزيرة قبل حوالي نحو عشر سنوات أجهش كريس جانس وهو ضيف الحالي المتحدث باسم وكالة سالونروى أنزاك بالبكاء لهول ما شاهده عندما كان يتحدث عن قصف إسرائيل لمدرسة الأونروى وأقل جانس أن على العالم أن يشعر بالعار إذا هذا الانتهاك الفاضح من جانب إسرائيل دعونا نذكر ضيفنا بهذه المقابلة تحدث عن مقابلة سابقة من القناة لقاء قبل نحو عشر سنوات مع كريس جونس المتحدث آنزاك باسم الأنروا وهو الذي معنا الآن كريس كنا نعيد على المشاهدين وعليك هذا المشهد وهذا المقطع لك قبل نحو عشر سنوات عندما قامت إسرائيل بقصف مدرسة للأنروا أجهشتان ذاك بالبكاء لربما لهول ما شاهدت أنت الآن كيف تتابع هذا المشهد 48 يوم بعد المئة أكثر من 30 ألف قتيل أكثر من 70 ألف مصاب والآلاف تحت الأنقاض ومئات الآلاف على شفى المجاعة كيف تتابع هذا المشهد ما يحصل هو عار على جبين الإنسانية وعلى جبين جميعنا وهذا الأمر بينا أن النظام الدولي فشل في تفادي هذه النهاية التي نراها نهاية العالم التي نراها بسبب الإبادة التي تحصل في قطاع غزة إنه من الواضح أو هذا يبين بوضوح من هي الحكومات المسؤولة عن ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأوروبية التي أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لارتكاب هذه الإبادة ولكن الفارق بين هذه المقابلة التي كنت بها في العام 2014 والآن هو أن المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة العدل الدولية الآن تقوم بالتحقيق بأفعال إسرائيل ومحكمة العدل الدولية لحد علمي ستصلها أدلة عما يسمونه بهذه المجزرة التي ارتكبت بشوارع الرشيد في شمال قطاع غزة وحوالي أكثر من 100 شخص كتلوا 700 شخص شكرا جزيلا سيد كريس جونيس المتحدث السابق باسم أكالة الأنورة شكرا جزيلا لك أما الآن فنتحول المؤتمر الصحفي للمتحدث باسم جيد